والنية في اللغة هي القصد وشرعا هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى النية محلها القلب لا يحتاج إلى التلفظ بها ومن تلفظ بالنية فهو مبتدع والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل النية في قلبه ولم يكن يتلفظ بها إذا أراد يصلي ما كان يقول نويته أن يصلي الظهر أربع ركعات نويته أن يصلي المغرب ما كان يفعل مثل ذلك ومن اللطائف أن أحد العلماء كان مر في الحرم فصلي بجانبه رجل هذا الرجل لما أراد أن يكبر رفع يديه ثم قال نويته أن يصلي الظهر أربع ركعات خلف الشيخ فلان حرما مقيما الله أكبر وصلى لما انتهى من الصلاة سأله الشيخ الذي بجانبه قال يا فلان قال نعم قال أنت تلفظت بالنية قال إيش اسمك قال فلان قال أنت تلفظت بالنية قال نعم قال أنت تلفظك بالنية لا يخرج عن ثلاثة أحوال إما أن تكون تخبر نفسك بماذا سوف تفعل وهذا جنون أحد يا جماعة إذا أراد يفعل شيء يخبر نفسه يعني أنا الآن أريد أشرب ماء أقول يا نفسي سأشرب ماء أريد أن أحرك القلم أقول سأحرك القلم هذا جنون تخبر نفسك ماذا تريد أن تفعل نفسك أصلا تعلم ذلك إذن الأول باطل قال وإما أن تكون تخبرني أنا الذي بجانبك تقول لي ترأيسه وهذا ريا ما يجوز تخبر الناس بفعلك وإما أن تكون تخبر الله تعالى والله جل وعلا ما يحتاج أن تخبره قل أتعلمنا الله بدينكم الله عز وجل يعلم خائنات الأعين وما تخفي الصدور فلماذا تلفظت بالنية إذن سكت ذلك الرجل فعلا لا هو تلفظ بها بيخبر نفسه ولا سيخبر الذي بجانبيه ولا سيخبر الله تعالى إذن لماذا تلفظ بالنية فالتلفظ بالنية أيها الأخوة لا يجوز وهو من البدع لذلك ترون بعض الناس إذا رفع يديه بيكبر بدأ يحرك شفته قليلا ثم الله أكبر الحركات هذه كل هذه جاء بها من كيسه أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعلها يقولوا عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني وصلي ولا كان يفعلها وكذلك قال الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر أما يبدأ الإنسان الجماعة يتلاعب بمثل ذلك فلا شك أن هذا باطل وأنه لا يجوز لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله